طالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي نظيره المصري سامح شكري باستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية الرامية لدعم موقف الحكومة الشرعية في مجلس الأمن وأكد الوزير المخلافي لدى لقائه في القاهرة المسؤول المصري استعداد اليمن للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق الفعال لما من شأنه وضع التصورات والرؤى لمجابهة الإرهاب والحد منه وتجفيف منابعه جددت الحكومة الشرعية اتهاماتها لإيران بدعم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لدى استقباله في عدن سفير اليمن لدى السعودية شايع محسن الزنداني والمعين حديثا في منصبه أن ميليشيا الحوثي وصالح المدعومة من إيران صارت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم وأشار رئيس الحكومة إلى المصير المشترك الذي يجمع اليمن والسعودية في مواجهة الميليشيا الانقلابية منوها بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ومدى ارتباطها وقوة علاقتهم التاريخية أعلن قرابة ثلاثون من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف انضمامهم إلى الصفوف الشرعية وأفادت مصادر في الجوف ليمن شباب أن العملية تمت بعد اتصالات أجراها محافظ الجوف آمين العكيمي تمكن خلالها من إقناع القيادات بالانسحاب من صفوف الانقلابيين تمكنت قواته والجيش الوطني والمقاومة من التقدم في منطقة ملاحة بمدرية المصلوبة في محافظة الجوف وكبدت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات وقال مصدر عسكري نابطل قوات المسلحة دحروا الميليشيا في مواقع عدة في المدرية وأجبروهم على التراجع والانسحاب وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عشرين مسلحان من الميليشيا بدأ خمسة عشر مختطفا لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في محافظة ريمة إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل سيجن ربوع بن خولي بمدرية بلاد الطعام وأفادت مصادر خاصة لمن شباب أن إضراب السجناء المختطفين جاء بسبب المعاملة القاسية والإهانة والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له من قبل الميليشيا باستمرار شك سكان محليون في مدريات الصلوة بمحافظة تعز من ظروف إنسانية صعبة نتيجة لعمل التهجير القصري الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في المنطقة وأفاد سكان محليون ليمن شباب أن الميليشيات ارتكبت جرائم كبيرة بحق سكان الصلوة وأبرز تلك الجرائم التهجير القصري الذي مارسته الميليشيات أثناء اجتياح المنطقة أحبطت قبائل بني سبا بمدرية ياريم شمال محافظة إب حملة لميليشيات الحوثي لاقتحام مناطقهم واختطاف عدد من سكانها وأكدت مصادر ليمن شباب أن القبائل نشرت مسلحيها في الطرقات المودية إلى مناطقها وباشرت الميليشيا بإطلاق النار وأجبرتها على الانسحاب والتراجع علقت نقابة المعلمين في تعز فعالياتها الاحتجاجية التي كانت قد بدأتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري واستمرت ثلاثة أيام وأكدت النقابة في بيان أن تعليق الفعاليات الاحتجاجية جاء بعد انوجهت الحكومة الشرعية بناء على تعليمات من الرئيس هادي بمعالجة رواتب العاملين والمتقاعدين في المحافظة للفصل الأخير لمن لم يستلم راتبه من صنعاه وشملت توجيهات رئيس الحكومة إلى وزارة المالية بمعالجة رواتب كامل القوى العاملة في المحافظة ابتداء من شهر يناير من العام المقبل أقامت السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كولولنبور لقاء تشاوريا حول أفاق تطوير التعليم العالي في اليمن بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة وأشار الوزير باسلامة إلى دور الطلاب اليمنيين المبتعثين بالخارج في إظهار وجه اليمن المشرق وحثهم على الاستمرار في التحصيل العلمي مساعي حثيثة تبذلها الحكومة الشرعية لتشغيل المؤسسات المدنية والاقتصادية وتفعيل الأجهزة التنفيذية للدولة تدريجيا ابتداء من المناطق المحررة الحكومة بدأت منذ أيام بصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في عدن ومأرب وحضر موت فيما تسعى لإيجاد آليات لاستكمال العملية في المحافظات التي لا تزال خاضعة تحت سيطرة ميليشيا المخلوع الصالح والحوثي وبما يمنع قيام الحوثيين بنهبها ومصادرتها أو اختطاع نسبة منها لما يسمى بالمجهود الحربي ولعل أهم خطوات تفعيل وبناء الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية قيام الحكومة الشرعية بتشكيل لغنة لإعداد موازنة الدولة في إطار استراتيجية نقل المركز المالي الرسمي للدولة من العاصمة المحتلة صنعاء إلى العاصمة المحررة عدن وبالتوازي مع مسائل حكومة الشرعية لإعادة تفعيل المؤسسات يؤكد رئيس الوزراء أن غالبية المناطق النفطية في البلاد تحت سيطرة وحماية الشرعية وهي حاليا تبحث مع الشركات النفطية إمكانية استيناف العمل في إنتاج النفط والغاز خطوات لا شك أنها تشكل تحولا استراتيجيا جعلت المواطن اليمني يشعر بعودة الأمان المعيشي في ظل هيمنة أجواء من التوتر والقلق بسبب الوضع التي تحاول العصابات الحوثية وما في الفساد تكريسا وبالنظر إلى تلك التحركات الملموسة في إطار مساعي تفعيل مؤسسة الدولة الأمنية والاقتصادية والخدمية يتوقع مراقبون أنها تمهد لكسر احتكار الهيمنة على السلطة والثروة وتسهم في إعادة الأمل للمواطنين وتطويق الحصار أكثر على وضع ميليشيا الانقلاب الموالية لإيران نداء استغاثة يلقى استجابة دشنا اليوم بحضور العديد من قيادة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الجوف مشروع توزيع المواد الإيوائية ضمن حملة الكويت إلى جانبكم الذي تنفذه شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإيقاثية وتموله الجمعية الكويتية للإيقاثة بعد المطالبة الحثيثة من قبل النازحين للعديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية للتخفيف عنهم بعض ما لحق بهم نتيجة النزوح والتهجير في هذا اليوم الطيب المبارك ونحن ندشن هذه الحملة إهداء من دولة الكويت الشقيقة هذه الدولة التي وقفت مع إخوانهم في اليمن منذ القدم ونشكر كذلك شبكة استجابة التي ساهمت وتساهم في رفع الهموم عن إخوانهم في محافظة الجوف محافظتنا ظلمت كثيرا من قبل ومن أتى إلينا في هذه الأيام ووضع بصمته سوف تكون محشوبة له ونعاني أيضا من عدم الاستجابة ووجدنا في هذا اليوم استجابة من استجابة يعد توزيع هذه المواد بادرة جديدة كونها ستتكفل بجميع المواد الإيوائية وأدوات الطبخ بشكل كامل للأسر النازحة والمتضررة من الحروب في المحافظة فيما تبقى الحاجة قائمة لكثير من الأسر النازحة التي لا زالت تتوافد إلى المناطق الآمنة نشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذه المنحة المقدمة في حملة الكويت إلى جانبكم طبعا المشروع هو مشروع الإيواء ويتكون هذا المشروع من مستلزمات النوم وكذلك مستلزمات المطبخ وهي عبارة عن 250 مطبخ متكامل مقد قام أبناء الجوف سلطة محلية ومنظمات ومواطنين بتقديم شكرهم الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما قدموه ويقدموه لمحافظتهم ودعمها بالمشاريع الإغاثية والإيوائية وغيرها من المشاريع ما قد عيش يمن شباب محافظة الجوف أكد الرئيس عبد الربو منصر هادي أن النصر ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح سيتم قريبة وأن كافة الشعب سينعم بالأمن والاستقرار وأشر الرئيس هادي خلال اتصال أجراه مع رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد المقدشي إلى تحقيق الجيش والمقاومة انتصارات كبيرة في جبهة نهم وتمكنهما من تحرير عددا من المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وقال هادي إن الانتصارات التي يحرزها الجيش ما كان لها أن تتحقق لولا دعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة السعودية من جهته أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجاهزية العالية والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في معاركها لتخليص البلاد من العصابات الانقلابية التي تحاول عودة اليمن إلى العهد الظلامي البائد والمتخلث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على إجراء تعديلات وصفها بالكبيرة على خطة السلام الأممية وأوضح المخلافي في تصريحات أن التعديل الذي تم إجراءه على الخطة قبل إنعقاد الجولة المرتقبة من المشاورات يصب باتجاه التأكيد على المرجعيات الثلاثة المتوافق عليها كأساس لأي حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر في البلاد وشدد وزير الخارجية على ضرورة تلتزم أي خطة للسلام بتلك المرجعيات والبدء بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية والتي تتمثل في انسحاب الانقلابين من المدن التي تسيطر عليها وإنهاء وضع الميليشيات وتسليمها للسلاح وصولا إلى المشاورات السياسية تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير الجبل القتاب الاستراتيجي المطل على قرية العقرانة بمركز مدرية نهمة كما تمكنت قواته والجيش الوطني من السيطرة على الجبل قرن ودعا الذي يطل على مفرقة طريق الرئيس المود إلى مدرية أرحب الشمال العاصمة صنعار أحرزت قواته والجيش الوطني والمقاومة بتعز تقدما كبيرا في الجبهة الشرقية وأفادت مصادر ميدانية ليمن شباب أن الجيش والمقاومة تمكن من إحراز تقدم حول معسكر التشريفات في وقت أحكمت السيطرة على مبنى مستشفى الكندي ولقي 11 عنصرا من الميليشيا مصرعهم في مواجهات المدينة بينهم القيادي الميداني المدعو أبو عصام قصفت قواته والجيش الوطني والمقاومة في جبهة مريسة بدمت في محافظة الضالع مواقع وتجمعات للحوثين في ناصا والمعصار وقال مراسلون أن قوات الجيش الوطني استهدفت مواقع عناصر الميليشيات وتمكنت من تدمير آليات عسكرية دعا المئات من أبناء مدينة تعز لإطلاق السراح السياسي البارز ورائد الحوار الوطني محمد قحطان وكافة السياسيين والإعلاميين والناشطين المختطفين في سجون معتقلات ميليشيات الحوث والمخلوع المتضامنون الذين رفعوا صور قحطان طالبوا المنظمات والهيئات المحلية والدولية التحرك والضغط من أجل إطلاق سراحه بعد عامين من الاختطاف والإخفاء القسري